أسعد الله أوقاتكم في نشرة الأخبار من تلفزيون الكوت اليوم وغدا وربما لأيام عدة ستفتقد الموائد الكويتية السمكة بمختلف أنواعه وأحجامه حملة مقاطعة أسواق السمك أتت أكلها بحسب هاشتاغ خلوها تخيص فيما غاص الصيادون والتجار في بحر من الصمت وترك الأسعار عائمة على بحر من الشائعات عن حيتان الأسعار التي تأكل جيوب الناس أسعار اليوم انخفض مستوها عن أسعار الأمس أزبيدي تراجع إلى النسب والهامور توضع قليلا فيما ظل الربيان يسبح عكس الأسعار حركة سوق السمك كانت هادئة بعكس حركة المقاطعة التي ارتفع منسوب تغريداتها وسط توقعات باستمرار المقاطعة بهدف إرغام الأسعار على النزول عند شاطئ التسعيرة الحقيقية بعيدا عن الاستغلال والجشع تلفزيون الكويت جال بسوق السمك وعين الأسعار والأراء في هذا التقرير